ما هو التنوير؟ ولماذا نحن بحاجة للتنوير؟ وكيف نتنور وننير؟ وبماذا ننير؟ ومن هو الذي ينير؟ ومن الذي يحارب التنوير؟ ولماذا؟ ما هي أدوات ولوازم ومعوقات التنوير؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في الحلقة الثانية من سلسلة تنوير وتثوير وأتمنى مشاركتكم الكريمة فيها عبر النقد والتعليق وتذكيري بما فاتني ذكره أو بالغت في ذكره أو تطرفت في طرحه وطوحت بسببه بعيدا فكونوا معي لماذا التنوير؟ ولماذا نحن بحاجة له؟ الحياة واقعة لموجود ضمن وجود ولكي نمارس الحياة أو نحيا يجب أن نتحرك جسدا وذهنا أي أن نمارس الوجود كما نحن ليس لأننا نشعر بالوجود بل لأن تواجدنا فيه يشترط علينا أو يرغمنا على إظهار هذا الوجود سواء بإرادتنا أو دون إرادتنا الوجود هو نهر كما يقول هيرقليتس لا تستطيع أن تعبره مرتين كل مرة هو يتجدد معه وأن لم يتجدد معه أنت الذي تتجدد سواء قبلت أو لم تقبل سواء ما مهما تفعل هو يجرفك سيجرفك سيجرفك شئت أم أبيت هنا المعضلة الإنسان عندما يولد كيف يتحرك ما الذي يساعده على الحركة وما هو الهدف من هذه الحركة هذه الأسئلة لا يطرحها الإنسان الفرد على نفسه بالضرورة إنما يبدأ بتقليد حركة وأفعال وتصرفات الآخرين من جنسه وعليه فأن هذه الأسئلة لا نحتاج للتساؤل عنها في بواكير حياتنا فهناك أنظمة وضعها أهلنا وضعها أهلنا يجب أن نسير عليها وهذه الأنظمة تسمى تربية وتعليم وهي كلها نتاج ومنتجات الفضاء الديني الموروث الذي نولد فيه ونتاج أيضا كل نتاج مواضعات هذا الفضاء الديني وحاجاته وقواء النافذة وقدراته العقلية والعلمية والإنسانية المحدودة كلنا منتجات هذه القدرات وأعني بالدين هنا ليس الدين الذي نعرفه أنما أعني الطريق الذي يسير عليه ويعيش وفقا لتعليماته وفلسفته القطيء البشري وقد يكون هذا الدين طبعا كما قلت ودينة بالمعنى الذي نعرفه أو نظام دستوري نظام دولة حديثة ممكن أو دولة قديمة أو سلطنة هذه كلها طرق أو سراطات مستقيمة أو تدعي أنها مستقيمة والسراط هو السراط مستقيم من كلمة سطر هي الأصل العربي مالتها السطر الذي هو الطريق أو الهدي أو شيء من هذا القيام ولكن أي طريق نتبع؟ هل نتبع طريق المؤمن كما ينصحنا رجل الدين أم طريق المواطن كما تنصحنا به الدولة الحديثة؟ أنا أرى بأن الطريق الذي يخترحه بل يفرضه علينا رجل الدين هو طريق المؤمن الصابر المحتسب المجاهد العابد الزاهد المطيع لربه وحاكم زمانه إلى آخره هذا الطريق هو طريق ما عاد يصلح إلا لأن تسير فيه القطعان أي لبني الحيوان وليس بني الإنسان والسؤال الذي يصرخ هل نحن مواطنون أم رعية الخليفة والوالي ومن يدعي تمثيل السماء لأنتظر الإجابة على هذا السؤال من كل جلطين أو دين هذا خطأي وربما يكون له معنى أنتظر الإجابة على هذا السؤال من كل جلدين قبل أن يفتح فمه بأي كلمة وعلينا أن نفرض شروطا على صيغة الجواب الذي سيقدمه لنا وهي عدم الاستشهاد بالأحاديث والآيات هذه اللعبة ما عادت تنطلي على أحد وكفى يكفي استخدامها بالصغيرة والكبيرة صفة مواطن له حقوق وواجبات جرى تقويضها عمدا حتى بدنا نعيش حالة من انهيار مقومات المواطنة والسبب هو تحالف قذر بين رجل الدين والدولة هذا وجد أن أفضل طريقة لضمان مصالحهما هو في فرض تعاليم أزمنة غابرة على الرعية مفهوم الرعية بين قوسين طبعا مفهوم المواطنة هو من أهم مفاهيم التنوير وعلى الإنسان العربي أن يخرج من مفهوم المؤمن إلى مفهوم المواطن الحر الذي له حقوق لا تمس السؤال متى يحدث هذا يحدث حين يرغم الناس الدولة على ذلك المشكلة أين مضى زمن بعيد ولم يحدث هذا الإرغام إرغام إرقادة الدولة على هذا الأمر المشكلة في أن رجال الدولة أطلقوا كلاب الدين الشرسة ذات الصوت الناعم في شوارع المدن والقرى والهدف هو كتم الأنفس ومنع الناس من المطالبة بحقوقهم للمواطنة حقوق أو للمواطن حقوق على الدولة واجبات الدولة توفير الأمان والرعاية والخدمات والعدالة وحماية الدستور والقوانين وهاي كلها أشياء لم تحصل في بلداننا المنحطة اقتباس الأفكار والمفاهيم الحديثة يعني ليس بالأمر المخجل الناس تفاعل مع بعضها وتستفيد من بعضها الأمم كلها استفادت من بعضها والعرب أصلا كانوا هما ناس كانوا أيضا أفادوا الآخرين وهم أيضا كانوا لم ينهضوا هذا النهور في الأسر الوسطى إلا بفضل استعانتهم بالآخرين أما إرغامنا على البقاء مجرد رعية مستعبدة خاضعة لأوامر وحكام أحكام وأوامر ولاة الأمر وخلفائهم بلا حقوق ولا كرامة ولا عدالة هذا أمر لا يجوز الاستمرار فيه المواطنة هي ميزتها الكبرى أنها حالة عابرة للهويات الفرعية والطائفية هذا المبدأ هو المؤهل للبقاء فقط عندما ننفتح على تعددية في الكيانة الواحد أن يكون كل مننا مواطن منتمي للعصر عصر متعدد للفضاءات والأزمنة وأن كل إنسان ينقذ إنسانيته من تعصبه للولاءات الصغيرة والعشائرية أو الطائفية أو القومية التي تدعيها كل هذه الممارسات بسبيل الهيمنة على الأفراد وسوقهم كما تساق القطعان في الطرق المختلفة فكريا وحضاريا والآن كيف ننور ونتنور وننير؟ الجواب ببساطة بانتهاك أرمة جميع المقدسات وهذه لا تتم إلا بامتلاك شجاعة الفكر مع الذات والخروج من القطيع أو على القطيع بأقصى ما يستطيع الإنسان وعدم وضع أي محاذير تمنع ذلك شجاعة الرأي أيضاً شجاعة النقد شجاعة مواجهة الماضي والموروث والمؤتاد خاص هذا الماضي والموروث الذي يحاط بحجاب القداسة والذي يحاول منع أي مساس به وبالتالي منع المساس بمصالح الطبقات المهمة على مجتمعاتنا أيضاً انتهاك جميع الأعراف والعادات والتقاليد وعدم التردد في هذه المسألة لأي سبب كان المسألة لا علاقة لها بالأخلاقيات إلا علاقة بالسلطويات واستعباد الناس واستغلالهم انتهاك جميع الأعراف والعادات والتقاليد ودون أي استثناء لكن ضمن أفق التنوير وشروطة وليس ضمن أفق الانتهاك والتدمير فقط لأجل الانتهاك والتدمير السلطة أيضا واحدة من الشروط الكيفة هي أن نجعل السلطة تتحمل وزر جميع الأخطاء التي يتعرض لنتائجها المجتمع وحتى الفرد أيضا التصدي لكل من يحمل الأفراد وزر أخطائهم وفشلهم ومعاناتهم دون أن يسلط هذا الذي يلوم الآخرين دون أن يسلط هذا الضوء على خلل في السلطات الحاكمة أشخاصا وأنظمة أي معنى أنه عندما لا نريد أن شخص يخرج ويلقي علينا موئلة ويقول أن الخلل في الجمهور أو في الناس أو في الأفراد ولا يتغاضى عن الإشارة إلى الطبقات المهيمة من هذه النظم كما قلت هي المؤسسات الدينية بأتبارها منظومات تعمل يعني ممكن نقول بطريقة منظومات قديمة أو موروثة تعمل بطريقة مشابهة لعمل جماعات التنمية البشرية وأعني أن نرفض سماع مواعظ رجال الدين في المساجد والكنائس لأن هذه المواعظ هي محاولة للتنصل عن أخطاء الدين والرجال الدين والدين نفسه وتحميل المؤمنين والأفراد وزرها وما هي الحجة؟ الحجة أن هؤلاء لا يتبعون تعليماتهم هذه ليست مشكلة المؤمنين أو المواطنين أو أي إنسان منفرد هذه مسؤولية المنظومات والمؤسسات هو الخلل في نظامها الداخلي وفي مقدساته وفي نصوصها الأصلية الخلل عندما يظهر خلل لدى الأفراد فالخلل في من يقود الأفراد ويدعي قيادتهم عندما تضع أنت مخطط لمؤسسة أو لأي نظام ديني أو منظومة دينية أو منظومة حكومية أنت تضع وفق متطلبات الواقع أدما يخفق هذا المشروع ويظهر به عوامل فساد فالخلل ليس بالأفراد إنما الخلل بالمنظومة التي وضعتها وهذه الحجة يجب أن نتوقف عدها ويجب أن لا نسمح لأحد أن يخلط الأوراق ويقول أن الخلل ليس في الدين إنما في رجال الدين الخلل في البعرة تدل على البعير وفق المنظور الديني والسؤال ماذا ننير ننير بتسليط الضوء على مناهجنا بالتفكير والنظر والحكم والإدارة والعمل والتخطيط مراجعة كل هذه الأمور رفقا لمعايير ومقاييس وفقا لمناهج جديدة نابعة من أرض التجربة والواقع وليس من نصوص السماء وسيرة الأنبياء التي ظهروا قبل ألف عام وألف عام المهنج المتوفر الموجود هو المناهج الألمية التي أثبتت نجاحا مبهرا على جميع العصادة الإنارة لا تختص بالدين تحديدا لكن الأمر لا بد أن يسلط على الدين لكونه مهيمن على واقعنا ومتحكم بكل شيء فيه بل أنه أكثر من هذا أن هذا الدين هو واقعنا نفسه معنى الكلمة بالتمام والكمال نحن لا توجد لدينا مجتمعات إنما لدينا جماعات هذه الجماعات كلها تغطس غاطس بالفضاء الحيوي للدين بمعنى الكلمة نحن نفكر ونحلل ونرى ونفهم بأدوات ومفاهيم الدين ونتواصل وفقا لأعراف وتقاليد الدين أيضا نحن نعمل ونحكم بعضنا البعض ونتزوج ونرفض ونحتاج باسم الدين وتعاليمه هذا الواقع الدين أو الواقع الديني بنسبة 90% من حياتنا المعاصرة هو واقع ظلامي بامتياز وهذا ليس تقييما من قبلي إنما هو هكذا كما يراه الجميع أفرادا وجماعات هناك ظلام ينتشر في جميع أنحاء بلداننا وحياتنا والظلام ينتحتى بداخل أنفسنا وأرواحنا يمكن أن نشتق مصطلح هو الشفافية الدينية حتى نستطيع أن نقيس هذه الظلامية فعدما أسأل ما هي الشفافية الدينية في التعامل مع مفهوم مثل مفهوم الحرية مع مفهوم مثل مفهوم العقل مفهوم الإنسان مفهوم مفاهيم حقوق الإنسان مفهوم الحقوق نفسه حقوق الطفل حقوق المرأة ما هي الشفافية الدينية في التعامل مع الاقتصاد الحديث ما هي الشفافية الدينية في مبدأ التسامح مع الآخر ما هي شفافية الدين في القبول بالاختلاف معه أو مع تعليماته ونصوصه التي لا يأتيها الباطل من قدام ولا من خلاف كما يقولون هذه الأسئلة الأساسية في حياة الشعوب الآن ما زالت كلها حبيسة كهوف وتكاية الدين ولا إجابات حقيقية عليها بأي شكل من أشكال هناك دائما توجي عام يحظ على ممارسة العنف والقمع اللفظي عبر مواقع التواصل وأيضا الجسدي داخل المجتمع وهذا القمع يتعرض له كل من يتساءل عن حقوقه كإنسان أو حتى حقه البسيط في طرح رأيه أو حتى الإعلان عن شكوكه وعدم إيمانه بمنظومات الدينية والسلطوية داخل المجتمع هذه كلها ظلامية وتعبر عن الحد الأدنى من الشفافية الدينية وهو حد ضئيل جدا لا يسمح للإنسان أن يمارس حري أفسد أنواع الحريات وهذا الحد أنا أدعو لقياسه بشكل صحيح حتى يعرف الإنسان مدى الجور والحيف الذي يصاب به مثل ما الآن في دول عالمي يقاس مستوى السعادة أحنا لدينا أن يجب أن ندعها مواسطين مرحلة السعادة لأن الدين لا يصنع سعادة وليس هدفه صناعة السعادة ما دامنا في فضائل حيوي للدين فكلمة سعادة لا يوجد هو الدين كل أحزان في أحزان واضطهاد في اضطهاد وفرائض وعقوبات وما إلى ذلك المهم نسوي مقياس للشفافية الدينية لأننا ما زلنا مجتمعات دينية بنسبة 90% كما قلت وهذه الشفافية تتناسب بالطبع كلما ارتفع العنف الديني كلما قلت الشفافية الدينية وكلما ارتفع الاستبداد الديني كلما قلت الشفافية الدينية وكلما ارتفعت نسبة التخلف والقهر الاجتماعية قلت الشفافية الدينية في حين يمكن القول أن الشفافية الدينية عالية إلى حد كبير جدا في الدول الغربية لماذا؟ لأنها تتناسب طرديا مع التنوير الفكري والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي فكلما زاد هذا زاد ذاك وهذا لم يحصل كلها لم يحصل لدينا حتى هذا حتى اللحظة والسؤال ومتى يحدث التنوير التنوير لا موعد له أنه يحدث في كل حين ومع كل أمر وشأن أنه تيار جارف وسياق يدخل في كل قناة من قنوات الفكر والوعي والعمل والحياة أنه أداة لا يمكن الاستغناء عنها في أي تماس عملي أو ذهني مع الأفكار والأشياء طبعا نجد هناك من يؤجل ويقول الوقت غير مناسب ومن هذه الحجة التي دائما تقال وهذا جوابها بسهل أنه متى كان هناك وقتا مناسبا دائما نحن في حالة عجلة من أمرنا وفي ظرف طارئ هذا الحجة واهية ولم تعد مقبولة وكل من يقول أن مشاكلنا الراهنة لها الأولوية على التنوير ويذكرنا بالبطالة والجوع والمرض والفقر فنقول كلها هي نتيجة وليس سبب لأننا تخلفنا عن محاسبة أنفسنا محاسبة تاريخنا وأدياننا ونظمنا المختلفة نحن لا نقصد الدين بحل ذاته لأنما كما قلت إنما هو السبب الرئيسي المهيمين على كل شيء في حياتنا هذا من يتحجج ويحاول أن يشئ يأس مسبق من التنوير في الحقيقة هذا الشخص إما هو مستفيد أو جبان يخشى من سطوة الظلاميين وحاشيتهم المجرمة طبعا بصراحة كل أتباعهم هؤلاء مجموعة من الميشات المسلحة العنيفة التي هي أسوأ من الدوائش لأن الدوائش مفضوحين ومعروفين وتستطيع تحذرهم وتخشاهم لكن هؤلاء يعملون بعشرات الطرق الخبيثة التي يعني يرهبون بها الناس ويجعلونهم يخشون من التصريح والتعبير عن أنفسهم كذلك هناك من يقول نحن لا نحتاج أي تنوير ما نحتاج تنوير الله أرسل لنا رسالة هذه الرسالة أخرجتنا من الظلمات إلى النور وهذا حجة وهية لأنه بالحقيقة أي شيء كما قلت في فيديوهات سابقة أنه كل شيء يقول الدين عندما يتحدث عن الخير قل هو يتحدث عن الشر عندما يتحدث عن الحق قل هو يتحدث عن الباطل عندما يتحدث عن اليقين والإيمان قل هو يتحدث عن عكس الإيمان وكل ما يقول الدين هو يقول عكس تماما وبالعكس الدين هو مصدر ظلمات وهو لا يرغب بالنور هذا جوهر من جواهر الدين هو أن يكون مظلم وكئيب ويمنع وجود أي تسليط للظوء على حقيقة ما يجري داخل حياظ الدين وحضيرة الدين التي يرغم بها رجال الدين الجميع على البقاء داخلها وعدم التنفس الهواء الطبيعي الطبيعة أو الفريش خارج هذا حياظ الدين أو أستابلات الدين ولكن ما هو مصدر التنوير وما هي مصادره مصدر التنوير هو الإنسان ليس الإنسان الذي حصل في الماضي إنما الإنسان الخارج من رحم الماضي كل خروج من رحم كهذا بالطبع يحمل آثار معه آثار ولادته والتي يعني لو لا هذه الآثار لما استطاع أن يولد أصلا مهمة التنوير هي التخلص من هذه الآثار لأنها أدت غرضها وابتنا بحاجة إلى خلق أشياء جديدة نستطيع بها مواصلة الطريق ليس لأنها يعني لا نريد أن نقول هذه آثار انتهى دورها أو غير مفيدة ربما تكون مفيدة وصالح لعادة الاستعمال مع بعض التغييرات لكن الأمر لا يكمن يعني عندما نظر في هذه الزاوية إنما بزاوية نظر مختلفة كليا وهي أن الخروج من هذا رحم الماضي يحدث كليا بين فضائين هم هو فضاء الماضي نفسه وفضاء المستقبل يعني أي بين فضاء المتحقق الذي انتهى والممكن الذي ما زال في طور في حضن المستقبل والذي ينتظر من يحققه لنا بالتالي لا يمكن أن يتشابه الفضاء لا مكانيا ولا زمانيا كل لحظة لدينا مكان مختلف وزمان مختلف كما يقول هيراقليطس أو يعني مفهوم الصيرورة وهذا الفضاء هو الأساس نحن لا نستطيع أن نتحدث عن وسائل قديمة مارسة القدماء الآيات الأديان الأقوال النصائح القوانين الشرائع هاي كلها وليدت ذلك الزمان وهو أصبحت في حضن الماضي وأدت غرضها بحيث احنا وصلنا لهذه اللحظة ونحتاج الآن أن نمضي أبعد لكن مو بالأدوات نفسها هي كانت أدوات جعلتنا سمعت لنا أن نصل إلى هذا الآن والأوان والمكان فبالتالي علينا أن نصنع الزمان الجديد والمكان الجديد وهذا هو التنوير حقيقي لكن السؤال ما هي أدوات التنوير ما أنا أدعو إلى التنوير لكن كيف نمارس التنوير ما هو مصادر هذا التنوير من هم نحن الذين سننور وسنضطر إلى التنوير يجب أن نعرف أنفسنا أولا باعتبار مصادر للتنوير يعني عوامل فائلة لتحقيق هذا الحلم التنويري هذا الأمر هذا السؤال المهم يجب أن نعرف أسسه وراح تحدث عنها بعد شوية الآن ما هي موانع التنوير ما هي معوقات التي تواجه التنوير أكبر معوق هو الدين وأي أيضا أي منظومة سلطوية هي ضد أي تنوير وهذا بطبيعتها دائما لابد أن نعترف بهذه الحقيقة لأن هذه لأنها تضرب مصالحها لأن هذا المنظومة السلطوية بدلوا الكثير من أجل أن نالوا هذه الحظوة وهذه السلطة هؤلاء اشتغلوا لسنوات وقرون بعضهم فلا يسمح بوجود أي عامل يهدد يهدد صلبته ونفوذة وكما قلت هو السبب معقول ومفهوم يعني وأنه إضافة لهذا لأن الناس تعودت على هذا الوضع فالتغيير صعب مو بالسهل إنسان حتى في علاقته مع الجماعة بل حتى في علاقته مع نفسه لا يستطيع تغيير مواقفه بين يوم وآخر لابد من وضع أسس مفهومية يثبت بها الجميع أو يثبت بها الجميع أصول ومعايير ومحاذير العلاقات فيما بينهم هذه الأسس الجديدة ليس بالسهل حدوثها وكانت بالحلقة الأولى التي تحدثت بها عن التنوير أشار لهذا الموضوع صعوبة التغيير صعوبة وضع أسس تنويرية جديدة على أسس الحرية واحترام حريات الأفراد من قبل الدولة والسلطة والمجتمع بأكملة المواناة التنوير أول ماناة وأكبر ماناة أولا هنا كم واحد أدي أربعة مواناة أول ماناة هو الدين أو أي منظومة سلطوية يعني دين ودولة أقول كل مجتمع بحاجة لابد إلى منظومة سلطوية دينه سياسية للسيطرة عليه وأدارة شؤونه أيضا هناك لدى الناس أكو خوف من السلطة وهو السبب أن أغلب التنويرين هما أصبحوا الآن في زمن الحاضر أشبه بالموظفين يعني الذي يدعى التنوير الآن هو تحل ضغط هائل وكبير جدا هؤلاء أصبحوا أشبه بالموظفين والتابعين لأنظمة هذه الأنظمة تغازل الدين ليس لأنه دين بل أنها تمارس السلطة داخل فضاء الدين وأكو فهم خاطئ لدينا هو أن الدين أن السلطة تغازل الدين بالحقيقة لا الأمر ليس هكذا أن السلطة هي موجودة داخل فضاء الدين وبالتالي هي نتيجة أو إفراز من إفرازات هذا الدين صحيح أن السلطة بإمكانها أن تتوصد رجال الدين لكن هذا الأمر لن ينجح لأنهم متغلغين في كل شيء في الحياة في الشارع في المدرسة في البيت في اللغة في الكلام في الطقوس في المناسبات فهو موجود في كل شيء موجود حتى داخل رجل السياسة نفسه فرجل السياسة يعمل ضمن الممكن بالتالي رجل السياسة ليس قادر على أن يقوم بكل شيء ورح أتحدث عن هذا الموضوع ما يتخلق بمحاولات التنوير الفردية أو فكرة الدكتاتور المستبد أو المستنير أو الطاغية الرحيم مثل على نمط أتاتور بالتالي التصير لدينا نوع من الاستحالة أو هذا يفسر استحالة التنوير ضمن فضاء الديني لأنه مهيمن على كل شيء فكيف ممكن أن تخترق وتبدأ بمحاولات للتنوير بالتالي المشكلة ليس بالدول العربية ولا بالدين الشعبي ولا المؤسسات الدينية إنما في هذا الفضاء كما قلت الذي نحيا فيه جميعا ومن بينهم إحنا الذين ندعي التنوير أو نحلم بالتنوير ونطمح لها التنوير فبالتالي نحن ليسنا أكثر ضمن هذا الفضاء الجارف لسنا أكثر من شمعات صغيرة متناثرة تحاول أن تضيع قارة شاسعة كلها ظلام في ظلام بل أن يعني كل ناس أصبحوا أتعودوا على هذا الظلام كأنما هو ظلام الناس المقيمين في كهف فلاطون الذين لم يروا النور في حياتهم وتعلموا على مشاهدة الظلال فقط وراحوا يستمنون على هذا الظلام ويتلذذون برأشاته لذيذة على كل حال هؤلاء لا يطيقون كلام ناس من أمثالي حاولوا خرجوا وشاهدوا النور الحقيقي وبدلا من الظلال فعندما نحن نتحدث الآن الكل يدعي بأنه هذا الظلال هي النور الحقيقي الكامل ولا نور بعده ولا قبله وما نحن إلا أناس مفسدون أو نفسد عليهم لذة أو فرصة مواصلة تذوق واحتساء كلمات وآيات الدين الطيبة والعطرة والتي هي بالحقيقة عكس هذا تماما بسبب يعني أنه يوميا تنوك أو تألس أو تشتر نفس العلكة فبالتالي تصبع مع الأيام هي طيبة الأمر الثاني المعوق الثاني هو رفض الناس للتنوير والسبب كما قلت هو أنه كثير منهم راح يفقدون امتيازاتهم والأسباب واضحة أنه ضغط السلطة المصالح أكو ناس تخشى الفوضى تقول أخشى على أولادي على عائلتي وصير اختلال أمني أيضا الخشة الكبرى بأنه الإنسان يقول أنا أرفض أي تنوير وأتمسك بالدين ليس لأنني أنا مؤمن أو متدين لا لأنني لا أرغب أن أكون معزول اجتماعيا لأنه الرجال المهمين عن كل شيء أي واحد يحاول يخرج عن طوق الدين والحصار الديني على الجميع سيهتم عزله ويفرد إفراد البعير الأجربي كما يقول الشاعر الجاهلي المعاوق الثالث هو التنوير نفسه كيف أنا شاشرت به هذه الوهدة من العلاقات أنه أنه يتحول التنوير نفسه إلى أديولوجيا وعقيدة وأشبه بدين جديد التنوير لابد أن نفهم بأنه ليس تبشير ولا يحتاج مبشرين يعني ربما يحتاج في البدايات إنما يحتاج ناس يمارسون التنوير عمليا أي وأيضا ينتقدون أداة التنوير نفسها أن لم تستطع أن تضيء المناطق المظلمة والغامضة في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أي كل ما يتعلق بحياة الناس والمجتمعات هناك خلل آخر مثلا هو أن لدى التنويرين أو يعتقدون أنهم تنويرين هو أن يجعل أن يتحجج بالتنوير ومع الألم هو أدى مشكلة قومية أو طائفية يعني يجيك المسيحي مثلا هو أدى مشكلة هو يتعلق بس بموضوع الذي خارج الحيز المسيحي له أو الحيز الشيعي أو الحيز السني أو الحيز السلفي أو الحيز القومي الكردي أو العربي أو حتى عدنا الآشوري أو التركوماني أيضا عدنا فهؤلاء أو البهائي هؤلاء عندما يصل التنوير إلى منطقة يقول لك لا أنا ما لعلاقة أنا معني فقط بهذا الشيء ينسى التنوير وأهله وشروطه هذا مو تنوير هذا محاولة لتحويل التنوير إلى آديولوجيا هدفها أيضا هناك نوع من المعاوقات أنه التنوير النفس يتحول إلى مجرد يريد يدع حق الشخصي على الدين أو يحاول أن ينتقم من الدين أو يتصيده بطريقة أو بخرى وهذا يعني يتبع الطريقة الدينية نفسها بإلغاء الآخر وهذا الكلام مصح لا بد أن يحذر التنوير من أن يسقط في فخ التبشير والتحويل للتنوير إلى آديولوجيا المعاوق الرابع هو أن الدين يتعارض مع التنوير بطبيعته وهو هنا يعني لكن بالمقابل التنوير لا يتعارض بالضرورة مع الدين كيف السبب لأنه التنوير داما هو أوسع وأشمل وأكثر انفتاحا ومرونة من الدين الدين بطبيعة يعني مغلق ولا يستطيع قبول أي فكرة تنويرية وكما قلت هو جوهر الدين هو أنه منظومة مغلقة والنظام المغلق يمتنع بطبيعته عن فتح أي نافذة للتلاقع مع مكونات خارجية عليه ويتحجج بالقداسة والمقدس أصلا هو الفكرة وجد أو اخترعت فكرة المقدس والله نفسه اخترعت الفكرة الله والمطلق نفسه لكي لا تفتح نوافذ هذا الحيز الديني المغلق والحجة دائما جاهزة بأنه يجب اتباع تعليمات الإلهية المطلقة ولا حق لأحد أن يعترض عليها لأنه مجرد عبد ذليل واجب الطاعة فقط الدين يخلق بطبيعته نظام مكتفي بنفسه وأي غريب يدخل عليه أن يتمثل نظم وتعاليم هذا النظام ويذعن لها وعلى أن يسير عليها وفقا لها حرفيا وفعليا وكلمة الإذعان هي وهذا المعاني كلمة الدين باللغة العربية وأيضا وهذا المعاني هي كلمة الحكم والسلطة والامتثال أنا طلعت على كيف يرى رجال الدين قضايا التنوير والتنورين وكيف يفهمون ما يجري طلعت على مقال بعدد بنقاط مشاكل رجال الدين أو أتراضات رجال الدين على التنويرين هؤلاء يرون يرون بأن التنوير هو مؤامرة تقودها جهات مشبوهة وهذه الجهات هي تنشر شبهات ضد الدين خلينا نشوف ماذا يقول هذا الرجل معتبر أكو موقع هو مشهور من الموقع التي يتعامها دول الخليج معدد معتبر أن التنوير هو مرض وظاهر سيئة وأن لها أعراض وأكو آثار للتنوير وكيف لنا أن نعالج قضية أو الذين يدعون الحاجة إلى التنوير فمعدد هو قائل وهذا من الفقر الخامس يقول آثار التنوير أنها من آثارها تهميش دور العلماء والمؤسسات الدينية رد النصوص الشرعية المتفق عليها أي التشكيك في الدين تميئ الدين وتضويب عقيدة الولاء والبراء واضح هذا السلف من جماعة ابن تيمية أيضا هو طريق للعلمان حتى أنك لا تكاد أن تفرق بينهما لا فرق بين التنوير والعلمان طبعا هناك فرق هو تحكيم الشعوب في كتاب الله إنكار باب سد الضرع طبعا هذه التهميش دور العلماء وشنو المشكلة إذا عندك دور لك حقيقي فتهمش وما مشكلة مو مشكلة لأنك تهمشت لأنك لم تقدم شيئا وإلا هل أنت تبقى طوال الحياة على رأسنا أو مجرد أنه تتكلم باسم الله أيضا نرد نصوص الشرعية شنو المشكلة إذا كان نصوص شرعية تنفع الناس ولا تضرهم لا بأس أيضا تميئ الدين عقيدة الولاء البراء ماذا يعني الولاء البراء هذا عقيدة قاتلها دمرت المجتمعات بأكمل الآن المجتمعات لا تنفصل عن الآخر الآخر الآن ضروري في حياة المجتمعات سابقا في زمن ظهور ظهور الدين الأديان القديمة أو الموروثة كان كل مجتمع لوحدها موارد محدودة مشاكل كثيرة مساحات للأرض محدودة هذه كلها طلبت أنه أكو عزل بين الجميع أنه لمن ليس معي فهو ضدي هذا منطق مو منطق العصر منطق متخلف وبداي لا علاقة بالتنوير ولا يمكن أن يصنع أفراد دورهم في المجتمعات وأيضا طريق للعلمانة أين المشكلة يقول الفقراء الرابعة ما التهب أين المشكلة العلمانة أو غير علمانة أو لبرالية أو حريات حالك حال آخرين قم أو نفذ ماين في الناس لا أن تدعي بأنك أفضل من الآخرين هذا الغرور الديني كافي لا داعي له نحن لا نقول ندعو للعلمانية ولا ندعو أدل وبدل وك مع الآخرين ولا تتكبر عليهم وكن إنسانا طيبا رحيما نافعا تهدف إلى مصلحة الناس أو تحقيق مصالح الناس أيضا إذا رح يقول بعد ذلك الفقرة الخامسة كما ترون يتحدث عن العلاج وكأنما التنوير مرض بالحقيقة هو الدين الشعر هو المرض الكبير أو الفيروس الذي دخل في كل تفاصيل حياتنا وأصابنا بالعطب والعطل والخطر فيقول ما هو العلاج يقول تأليف الكتب والمقالات والتحذير من هذا الفكر المناصحة المباشرة التحذير من الشرق والأصحاب هذا الفكر بين العام بالذات طبعا خايفين على العام شوف الأبارة مالته المناظرة المتخصصين وهي خطوة متقدمة الرفأ للقضاء الشرعي وهي أيضا خطوة متقدمة هذا أكون من التوجيه الضمني لعناوين مثل الرفأ للقضاء الشرعي يعني قامت دعاوة ضد التنويرين أو من يطمح إلى تغيير أو تطوير المجتمع يعني هل هي جريمة هذا كلام سمج وتافه ولكن هكذا يفكرون علينا أن نفهم هؤلاء ونقرأ ونطلع على ردودهم ولكي نعرف كيف نواجههم طبعا هو بدأ بهذه الأبارة يقول لم يتوقف أعداء الله عبر التاريخ عن محاربة الدين والأنبياء والرسل والمؤمنين ويتفنن هؤلاء الأداء في كل عصر بما توافر لهم من وسائل الحرب والأداء طبعا أكثر ناس عادوا الدين هم أهل الأديان نفسهم هم أكثر الناس الذين ينتقدون الدين هم ينتقدون بعضهم الأديان هي أصلا متحاربة فيما بينها الآن أصبح التنويرين ضدهم أنتم فيما بينكم تأكلون بعضكم البعض وأكثر الناس الذين عادوا الدين وحروب ما بيناتكم سقط بها عشرات الملايين هاي ألمانيا حروب بين الطواف الدينية المسيحية البروتستانتية الكاثوليكية ثلث أوروبا سقطة وموتة في حرب الثلاثين في القرن السادس عشر والسابع عشر طبعا كلمة أعداء الله هؤلاء يقول لم يتوقف أعداء الله أعداء الله كلمة عندي أدي فيديو رح أن نشرع عن الموضوع أعداء الله هاي كلمة مثيرة لاستغراب وهي ما معنى أنه هناك أعداء الله يعني هو الله من هذا الذي يتحدث عنه كلمة أعداء الله كلمة مخجلة و أصلا يعني فيها إساءة لله كمعنى وفكرة عظيمة غير التاريخ البشرية و يعني إلها جلالتها العظيمة ما معنى أن يكون هذا الإله لديه أعداء لماذا أن يكون هناك أعداء لهذا الله أنا مثلا الله خالقني لماذا أكون عدو إليه ما الحاجة لأن أكون إلا إذا كان هذا الإله غير إله إله ليس إلها حقيقيا أو إلها محليا خاص بجماعة محددة ويحاول أن يعتدي عليه هذا إلا هذا وإلا إله يخلق البشر جميعا يقول هناك بعض هناك بشر هم أعدائي بمعناة هذول لا ينتسبون لك وليس ممن خلقتهم أيضا أختم بمبادئ التنوير ما هي مبادئ التنوير أولا كن إنسانا أولا وبعدها كن ما تشاء ثانيا ابتكر ضميرك بنفسك لا تسمح لأحد من يتحكم بضميرك خذ الوقت كله ولو استغرق الأمر عشرات سنوات ثالثا تفهم المناطق المظلمة داخل نفسك وداخل عالمك الإنساني والطبيعي التنوير رابعا عركة شاملة تصنع وعيا وزمنا جديدا مختلفا كليا وفي كل شيء عما سبقه إنه عبور إنه عبور من منطقة مظلمة إلى أخرى منيرة ومتنورة باستمرار في الحلقة المقبلة ستحدث عن أضرار التنوير وكيف نتجنب الإفراط بالتنوير وأيضا عن قضايا من هم أعداء التنوير وهل أن التنوير ممكن وكيف يحدث التغيير ولماذا نضطر إلى النكوس وما علاقة كون مجتمعات دينية بصعوبة التنوير وأن الدين أيضا وبايروس خطر جدا وشديد العدوى وكذلك ستحدث أن الدين ليس هو السبب إنما هو نتيجة أيضا أيضا ستحدث عنه عن قضايا أخرى كثيرة في الحلقة الثالثة مع السلامة وشكرا جزيلا على صبركم وآسف على الإطالة وأتمنى أسمع ملاحظاتكم وهذه مهمة جدا عندي